مجلس الوزراء يوثق على إنشاء وحدة البريكس لبحث ملفات التعاون مع التكتل إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل بزعم محاولته القيامة بعملية دهس الدفاعات القوية الروسية تصد هجوماً أوكرانياً بمسائرات استهدفت مطاراً في بسكوفا نشرة أخبار جديدة من قناة نيل أهلا بكم وفق مجلس الوزراء لإنشاء وحدة بريكس بمجلس الوزراء حيث تعنى بملفات التعاون مع التكتل وتضم في عضويتها الوزراء والمسؤولين المعنيين جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة كما أشهد رئيس الوزراء خلال الاجتماع بما تحققه العالمين الجديدة من جذب سياحي خاصة خلال هذا العام وذلك بالنظر لما تتمتع به من العديد من المقاومات الفريدة والسمعة المتميزة جداً وهو ما يجعلها مقصداً للسائحين من مختلف دوال العالم وفي الإطار ذاته أشر رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادري لوزير الطيران المدني بهمية العمل المستمر على تطوير مطاري العالمين وبرج العرب الجديدة ليتواكب مع ما تحظى به المدينة من إقبال شديد من السائحين لمزيداً من المتابعين ضم إلينا مرسل أنيل أحمد أبو الحسن من العالمين أحمد انقل لنا متابعتك عن أهم الملفات التي منقشها مجلس الوزراء اليوم تحياتي لكم ولسادة المشاهدين من مقر مجلس الوزراء بمدينة العالمين الجديدة بالتأكيد الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم وناقش العديد من الملفات الهامة وقد تصدرت أهم الملفات الملفات الاقتصادية والخدمية باستمرار ودائماً في كل الاجتماعات رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة الاستمرار والاستماع لكافة السادة المسؤولين عن أهم ما توصلت إليه النتائج الخاصة بتنفيذ المشروعات المقامة في كافة أنحاء الجمهورية متابعة التحديات التي ربما قد تواجه تلك المشروعات حفاظاً على تنفيذها في المواقعات الزمنية المحددة بالإضافة إلى العديد من الملفات الهامة الملفات الاقتصادية غالباً ما تتصدر اهتمام الحكومة وأهم ما تصدرته اليوم من ملفات كان الملفات الخاصة بإنشاء وحدة البريكس بإنشاء وحدة بمقر مجلس الوزراء خاصة بالانضمام مصر للبريكس بالتأكيد هذا الأمر تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بشكل كبير وقد جاء ذلك عقب زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء نيابة عن سيد رئيس عبد الفتاح السيسة الرئيس الجمهورية للانضمام لمجموعة البريكس في مصر إن شاء الله في بداية من شهر يناير إن شاء الله عام 2024 هناك أيضاً العديد من الملفات الأخرى تحدث عنها سيد رئيس الوزراء منها أن مدينة العالمين الجديدة أصبحت اليوم محطة أنظار معظم الدول أو العديد من دول العالم حيث هناك إشادات كبيرة من المسؤولين الدوليين بما تحقق هذه المدينة من قذب سياحي كبير وما يتم فيها من إنجازات سياحية قوية وما تتمتع به من موقع يعمل على قذب الساحين هناك توجهات من سيد دكتور مصطفى مدولي رئيس الوزراء لكافة المسؤولين وخاصة في قطاع الطيران بالاهتمام بالمطارات وأيضاً الاعتمام بالمدينة حتى تكون مدينة عالمية تعمل على جذب سياحي كبير وبالتالي دفع عجلة التنمية الاقتصادية على هامش اجتماع مجلس الوزراء أيضاً هناك شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدولي اليوم مراسم توقيع وصيق التحديد الأرض الخاصة بإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية الجديدة والمتجددة والمتجددة بمدينة غرب سهاج وهي على مساحة 850 كيلو متر مربع هذه المساحة سوف يتم إنشاء محطة خاصة بتوليد الطاقة الكهربائية الجديدة والمتجددة بقدرة 3 جيجا واته هذا المشروع سوف يعمل على توفير العديد من فرص العمل منها 7000 فرصة عمل بشكل مباشر بالإضافة إلى 5000 فرصة عمل بطريق غير مباشر وهذا الأمر سوف يتم إثناء تشغيل وإنشاء المشروع ولكن بعد ذلك سوف يتم أيضاً إضافة 1000 فرصة عمل بشكل مستمر لإنتاج الطاقة المستدامة هذا المشروع سوف يخدم ما يقرب من 2 مليون منزل ويستفيد منها معظمها في صعيد مصر لاستخدام الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة هذا الأمر جاء عقب نجاح هذه الشركات والتحلفات العالمية التي تتعاقد وقدمت مذكر التفاهم خلال كوب 27 الذي عقد في مدينة شارم الشيخ هذه المذكرة التفاهم بالفعل تم تفعيلها على أرض الواقع خلال هذه الفترة وهذه هي تعد الخطوة الثانية بعد تفقيع المذكرة وهو التنفيذ على أرض الواقع لهذا المشروع وقد جاء هذا المشروع عقب النجاحات التي تمت من التحالفات العالمية الاقتصادية الخاصة بالاستثمار في أطلاقها الجديدة والمتجددة لقد لاقت نجاحاً في محافظات مختلفة منها مدينة رأس غارب وغيرها في الماكن المختلفة التي يتم فيها بالفعل نجاح إنشاء هذه المحطات الخاصة بتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة نعلم تماماً أن هذا الملف من أهم الملفات التي تولي الحكومة اهتماماً كبيراً حيث أن هناك أيضاً مشروع قائم بالفعل في منطقة كومومبو في محافظة أسوان وإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وهذا المشروع بالفعل قائم ووفر العديد من فرص العمل ووفر العديد من الجيجاوات التي تحتاجها الدولة مما يعمل أيضاً ويعمل على دعم الاقتصاد المصري وتشجيع الصناعة في مصر وتشجيع المجالات المختلفة التي تعمل بأطلاقة الجديدة والمتجددة ويعمل على تحقيق رؤية سيد رئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الجمهورية بتحقيق تنمية مستدامة 20-30 وإضافة إلى ذلك يتم استخدام هذا الناتج من أطلاقة في دفع العملية الاقتصادية في المشروعات المختلفة في المجالات التي تعمل بها الدولة في القطاعات المختلفة بالتأكيد هناك العديد أيضاً من القرارات التي سوف يصفر عن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقره بمدينة العالمين الجديدة سوف نوليكم بها بعد ذلك إن شاء الله عقب في نشراتنا أو في فتراتنا الإخبارية القادمة على المدار اليوم إن شاء الله نعم بالتأكيد أحمد سنتابع معك كل ما هو جديد أشكر كزميل أحمد أبو الحسن كنت معنا من مقر اجتماع مجلس الوزراء أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرراً بتعيين محمد عبد الحميد محمد السيد الصياد نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرقابة المالية وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1978 لسنة 2022 التقى الفريق أول محمد زاكي القائد العمل للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية عدداً من قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتباعة المستمرة والوقوف على أسليب تطوير أداء القوات المسلحة ومسؤولياتها الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي المصرية التقى الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أسليب تطوير أداء القوات المسلحة ومسؤولياتها الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي المصري وذلك بحضور الفريق أسام عسق الرئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة تنول اللقاء عرضا تقديميا لعدد من قادة القوات المسلحة لأحدث المستجدات والتحديات التي تشهدها المرحلة وأهم الأحداث الجارية وتأثيرها على الأمن القومي المصري وما يرتبط بأسليب العمل داخل القوات المسلحة وطرق تطويرها وتحدثها بما يتلاءم مع المستجدات التي تحدث على الساحتين الإقليمية والدولية وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تقديره لما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود وتضحيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدسات كما استعرض عددا من الموضوعات والقضايا التي ترتبط بالأمن القومي المصري وأهم التحديات التي تشهدها المرحلة مؤكدا على أهمية الارتقاء بمستوى وعي أفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على كافة المستويات كما ألقى الفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة كلمة أشاد خلالها بمستوى الكفاءة القتالية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على المستوى التدريبي العالي للمقاتلين والروح المعنوية المرتفعة بالإضافة إلى أهمية الاطلاع على كل ما هو جديد في مجالات العمل التخصصية لتعظيم الاستفادة من كافة القدرات والإمكانيات كما تضمن اللقاء التكريم الكليات العسكرية الحاصلة على المراكز الأولى في بطولة الكفاءة البدنية على مستوى الكليات العسكرية لعام 2023 وفي نهاية اللقاء قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بتفقد معرضا لهيئة الإمداد والتموين والذي عكس مدى التطوير الذي تشهده هيئة الإمداد والتموين بكافة إداراتها التخصصية لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها على أكمل وجه اختتم منتدى شباب العالم ورشة عمل الموسع عقدة على مداري ثلاثة أيام لمناقشة مبادرته التعلم من أجل العمل ومسارات التطوع في شرق الأوسط الشمال الإفريقية بتعاون مع يونسيف وعقدة مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بهدف خلق شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الشباب يأتي ذلك تنفيذا للتوصيات التي أطلقتها منصة منتدى شباب العالم عوضا عن تنظيم النسقة الخامسة من المنتدى هذا العام وتوجيه عوائد الرعاية لصالح المبادرات القومية نظمت مؤسسات حياة كريمة وجماعيات الأرمان بالتعاون مع محافظة الغربية احتفالية كبرى بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور تاريق رحمي محافظة الغربية وممثلية التحالف الوطني وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئة الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بكافة محافظات الجمهورية كما قامت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني بإطلاق قافلة طبية تضم مختلف التخصصات وذلك للكشف وصرف العلاج بالمجان لأهالي رأس الحكمة بمحافظة مرسى مطروح وفي محافظة الجيزة سلمت جمعية الأرمان الخيرية عضو التحالف الوطني 45 كرسيا متحركا لذوي الاحتجاجات الخاصة من أبناء مركز العياد بالإضافة إلى توزيع كميات من الحوم والمواد الغذائية عليهم يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئة الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا أصيب مواطن فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعوى محاولته القيام بعملية دهس في محافظة الخليل بجنوب الدفاة الغربية المحتلة يأتي ذلك بينما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 21 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالدفاة الغربية المحتلة تتواصل الانتهكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل شبه يوميا حيث تستمر استباحة بحات المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين وفي أحدث حلقات الانتهكات اقتحم مستوطنون إسرائيليون بحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال مصادر فلسطينية قالت إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة ونفذوا جولات استفزازية في بحاته كما أدوا تقوصا تلمورية وينفذ المستوطنون اقتحمات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك باستثناء يومي الجمعة والسبت في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليها وتقسميه زمنيا ومكانيا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل تزامنا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية واحدا وعشرين فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة وفي ردود فعل إزاء الممارسات الإسرائيلية طلبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الأمم المتحدة بتصنيف دولة الاحتلال كدولة فصل عنصري أبرتعد وذكرت الوزارة أن مشهد جرائم الاحتلال اليومية بات يسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين كما يعكس نظام فصل عنصري بغيد مكتمل الأركان والصورة خاصة في القدس والمناطق المصنفات التي يمنح فيها المستوطن كامل الحرية والدعم والإسناد الحكومية للبناء في المستوطنات أو البؤر العشوائية وشددت الوزارة على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارتين جرافث تخصيص 20 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لاستجابة الطوارئ المساعدة في الاستجابة للاحتياجات المتزيدة جراء الأعمال العدائية في السودان وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة يبنى هذا التخصيص الجديد على الدعم السابق الذي قدمه الصندوق الذي يديره جرافث ليصل مجموع هذا الدعم إلى 60 مليون دولار منذ اندلاع الأزمة في السودان احتفل المئات في وسط لبيرفيل عاصمة الجابون عقب أعلان مجموعة من كبار ضباط الجيش الإطاحة برئيس علي بونغو إلغاء الانتخابات وحل مؤسسات الدولة كانت مجموعة تضم أكثر من عشرة ضباط في الجابون قد أعلنوا في بين لهم عبر المحطة التلفزيونية الرسمية وضع رئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية واعتقال عدد من أعضاء الحكومة إلى جانب إغلاق حروض البلاد حتى إشعار آخر عقب إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي أظهرت فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة أعلنت مجموعة تضم أكثر من عشرة ضباط في الجابون في بيان لهم عبر المحطة التلفزيونية الرسمية إلغاء نتائج الانتخابات وإنهاء النظام القائم الضباط أعلنوا إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وحل كافة المؤسسات الحكومية ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية بزعم أن تنظيم الانتخابات لم يحترم شروط اقتراع تتمتع بالشفافية والمصداقية منددين بما وصفوه بتدهور متواصل للأوضاع الاجتماعية والتي قد تدفع البلاد إلى حالة من الفوضى علي بونغو أودنبا الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما حصل على 64.27% من الأصوات وتفوق في انتخابات جرت بدورة واحدة على منافسه الرئيسي البيروند أوثا الذي حصل على 30.77% فيما حصل 12 مرشحا آخر على ما تبقى من أصوات وبلغت نسبة المشاركة 56.65% وأتى هذا التطور بينما تشهد البلاد حضرة جوال وانقطاع للانترنت في جميع المناطق في إطار إجراءات اتخذتها الحكومة قبل إغلاق مراكز الاقتراع من أجل منع نشر أنباء كاذبة وحدوث أعمال عنف محتملة قالت وزارة الخارجية الروسية إن موجة الهجمات التي تمت بطائرات مسيارة أوكرانية على الأراضي الروسية خلال الليل لن تمردون عقاب وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زخاروفة إن طائرات المسيارة التي ضرب بعضها مطارا في بسكوف على بعد 600 كم من أوكرانيا لم تكن لتقطع مثل تلك المسافة بدون معلومات من دول غربية لا تزال الأحداث تتوالى منذ بدء الأزمة في أوكرانيا فبراير 2022 على الأراضي الأوكرانية وحتى الروسية في هجوم وصف بأنه الأكثر قوة بالمسيارات والصواريخ على كييف منذ الربيع وقع عدد من الأشخاص بين قتيل ومصاب بحسب ما أعلنت السلطات العسكرية للعاصمة الأوكرانية قائد القوات المسلحة الأوكرانية قال إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت كل الصواريخ الروسية التي أطلقتها موسكو صوب بلاده خلال الليل وعددها 28 كما أسقطت 15 من أصل 16 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا أيضا في ذات الفترة في روسيا أعلنت السلطات أن كييف قامت بهجوم بعدة مسيرات على الأراضي الروسية وصولا إلى بيسكوف الواقعة قرب الحدود الإستونية على بعد نحو 830 كيلو مترا من العاصمة الأوكرانية حيث تم استهداف مطار المدينة كما أكدت سلطات الروسية أن قواتها دمرت أربعة زوارق عسكرية أوكرانية سريعة كانت تقل ما يصل إلى 50 عنصرا من القوات الخاصة الأوكرانية التي شنت عدة هجمات ليلية بالمسيرات في الأراضي الروسية وأضافت سلطات أن الدفاعات الجوية أيضا قامت بصد هجمات من مسيرات معادية قدمت من البحر على مستوى خليج سيفاستوبول مقر أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014 وأصبحت الهجمات بالمسيرات على الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم شبه يومية في الأسابيع الماضية مستهدفة خصوصا العاصمة الروسية على خلفية الهجوم المضاد الذي بدأته كييف في مطلع يونيو الماضي أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن قوات الدفاع لديها توصل تنفيذ عمليات هجومية جنوب مدينة بخمط من ناحية أخرى أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم خرسن بجنوب أوكرانيا أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم بينما أصيب ثلاثة أخرون جراء 77 هجوما عسكريا شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية وقوع 35 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية على طول الخطوط الأمامية مشيرة إلى أن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل عملية هجومية باتجاه منطقة ميلتوبول وأوضحت الهيئة أنه خلال 24 ساعة الماضية شن الجيش الروسي خمس هجمات صاروخية وستين غارة جوية بالإضافة إلى 68 هجوما باستخدام قاذفات صواريخ متعددة على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة شملت قاذفة قنابل استراتيجية أمريكية كجزء من التدريبات العسكرية المشتركة السنوية للحليفين وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن الطائرات المقاتلة الكورية والمقاتلات الأمريكية رافقت قاذفة القنابل الاستراتيجية الأمريكية في تحليقها فوق شبه الجزيرة الكورية وجرت التدريبات الجوية المشتركة بعد أن فشلت كوريا الشمالية في محاولتها ثانية هذا العام لإطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا للاستطلاع العسكري الأسبوع الماضي تتواصل أجواء التقسي السيء في بكين بعدما أدت الفيضانات إلى مقتل وفقدان العشرات إثره طول أمطار هي الأشد وغزارة منذ سنوات وأدمرت الفيضانات البناء التحتية للبلاد وغمرت المياه أحياء بأكملها كما تم إجلاء ألاف الأشخاص فضلا عن إلغاء مئات الرحلات الجوية تتواصل أجواء التقسي السيء في بكين بعدما أدت الفيضانات إلى مقتل وفقد العشرات بعد هطول أمطار هي الأشد وغزارة منذ سنوات الفيضانات تمرت البناء التحتية للبلاد وغمرت المياه أحياء بأكملها كما تم إجلاء آلاف الأشخاص فضلا عن إلغاء مئات الرحلات الجوية وتتواصل عمليات الإغاثة حيث انتشرت المروحيات العسكرية فوق الأماكن المنكوبة لتوفير المؤن والأخطية للكثير من العالقين بسبب الأحوال الجوية السيئة الرئيس الصيني أمر السلطات ببذل جهود شاملة في أعمال البحث والإنقاذ للأشخاص المفقودين في كارثة الفيضانات الأخيرة في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين وطالب بإجراء تحقيق شامل وتعزيز مراقبة السلامة لضمان سلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية أصدر إنذارا باللون الأصفر لمواجهة الإعصار سولى حيث من المتوقع أن يجلب رياحا قوية وأمطارا غزيرة للمناطق الساحلية بشرقي البلاد وجنوبها الصين تعرضت لأحوال جوية قصوى في الأشهر الأخيرة وشهدت بكين أشد موسم لهطول الأمطار منذ 140 عاما مجلس الوزراء يوافق على إنشاء وحدة بريكس لبحث ملفات التعاون مع التكتول إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل بزعم محاولته القيامة بعمليات دهسة الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما أوكرانيا بمسايرات استهدفت مطارا في بسكوفا نهاية هذه النشرة شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة